اشتركوا في القناة الملكي ولي والعهد رئيس الوزراء بهذه الخطوة المهمة التي تسهم في تعزيز مكانة السودان الشقيق على الساحة الدولية والاطيع بدوره الفاعل على المستويين العربي والافريقي متمنيا سموه للشعب السوداني الشقيق المزيد من النمو والتقدم والازدهار وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لأخيه الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة اشتركوا في القناة